صور مشاهدين قبل قليل للعدوان الصهيوني على قطاع غزة بشكل هو الأعنف منذ 21 يوما على بدء الغرات الصهيونية على قطاع غزة إذن في هذه الأثناء مشاهدين قصف عنيف يشهده قطاع غزة كباشار ضيفي ربما هو تمهيد لحالة اجتياح ربما متوقع للقطاع لبضع كيلومترات كما أجمع العديد من الخبراء يحدث ذلك مشاهدين تذكير وسط القطاع كلي للاتصالات وأيضا للأنترنت طبعا ضربات شديدة ما يميز طبعا هذه ضربات مشاهدين أنها وقد تم وصفها بأنها الأعنف منذ 21 يوما هي نطاقها الواسع والمكثف والقصف الذي يشمل جميع أنحاء قطاع غزة طبعا الكثير من التطورات في هذه الساعة طبعا وفي هذه الساعة طبعا مشاهدين الكثير من الأمور والمستجدات تحدث إذن قصف مكثف على جميع أنحاء قطاع غزة وسط انقطاع للاتصالات وأيضا لخدمة الانترنت أكيد كما تحدث ضيفي قبل قليل الدكتور محمد الحربي قال بأن على ما يبدو هي محاولة ربما أو الكيان السهني يحاول ويمهد لحالة الاشتياح إذن يسبق الأمور بتكثيف غارات بقطع الاتصالات وعلى ما يبدو هذا نوع من التكتيك الحربي ربما يريد يقوم به الكيان السهيوني إذن مشاهدين في هذه الأثناء غارات كثيفة على قطاع غزة واسعة النطاق شديدة يحدث ذلك في ظل كما سبق وإن أشرنا إلى انقطاع في الاتصالات الكلية طبعا كلية في قطاع غزة وأيضا الخدمات الانترنت إذن مشاهدين مستجدات جديدة وطبعا آخر الأخبار حسب ما هو متداول إعلان شركة جوال طبعا وهي المتعامل الوحيد الموجود داخل قطاع غزة وداخل فلسطين شركة جوال تعلن عن وقف خدماتها في قطاع غزة بسبب القصف العنيف إذن نذكر بهذا الخبر المشاهدين الذي يأتي في هذه الأثناء إذن شركة جوال وهي الشركة الوحيدة أو المتعامل الوحيد للاتصالات في غزة وفي فلسطين طبعا يعلن عن قطع خدماته طبعا أكيد نظرا للقصف العنيف تعلن إذن شركة جوال عن وقف خدماتها في قطاع غزة بسبب القصف العنيف كما نتابعه مشاهدين في هذه الصور إذن قصف يعتبر الأعنف منذ 21 يوما نظرا لما طبيعته وما يتميز به في أنه يشمل أنحاء مختلفة من قطاع غزة وأيضا شديد من ناحية القصف الموجود إذن مشاهدين كما تظهر هذه الصور قبل قليل طبعا غزة وحتى الآن في هذه الأثناء يتعرض قطاع غزة لقصف عنيف من قبل الطيران الحربي الصهيوني وأيضا أنباء عن قصف جوي وبحري وبري أيضا لقطاع غزة من كل النواحي إذن يحدث ذلك أيضا في ظل أنباء عن سماع ذوي صفارات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة وأنباء طبعا أو كما ذكرته كتائب القسام عن قصفها لتل أبيب ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين إذن مشاهدين هذه الصور أتتنا قبل قليل طبعا أو للعدوان المكثف والشديد والقصف الشديد على قطاع غزة حتى في هذه الأثناء تتوالى الأخبار إذن أحزم نارية كما يظهر هذه أو تظهر هذه الصور للقصف على المتواصل والشديد والأعنف منذ 21 يوما على قطاع غزة إذن هو قصف مشاهدين كثيف وغير مسبوك يشمل كل أنحاء قطاع غزة يحدث هذا طبعا كما سبق وإن أشرنا بالتزامن مع إعلان شركة جوال وهي المتعامل الوحيد داخل قطاع غزة للاتصالات وخدمات الأنترنت عن قطع خدماتها نظرا للقصف العنيف إذن انقطاع كل للاتصالات والأنترنت داخل قطاع غزة صور مشاهدين لقصف عنيف وشديد في كل أرجاء قطاع غزة برا جوا وبحرا حسن ما ذكرته طبعا وسائل الإعلام وأيضا الأنباء من داخل قطاع غزة يحدث هذا في ظل كما تتابعون في الصور ظلام دامس انقطاع للكهرباء غياب أو انقطاع أيضا للمياه أضف إلى ذلك انقطاع اليوم للاتصالات والأنترنت كما أشار ضيفنا قبل قليل محمد الصالح الحربي الباحث في الدراسات عفوا الاستراتيجية والعسكرية قال بأنه على ما يبدو ربما يكون محاولة اجتياح للقطاع أو تمهيد لاجتياح القطاع لبضع كيلومترات كما هو يعني يتوقع طبعا القيام به من قبل العدوان الصهيوني والاحتلال الصهيوني لحفظ ماء الوجه وما تبقى من ماء وجه أمام المقاومة الباسلة في قطاع غزة إذن مشاهدين الكرام هذه الصور إذن تأتينا قصف صهيوني كثيف وغير مسبوق طبعا هذه المشاهد التي تتابعونها أكيد لمناطق عديدة من قطاع غزة هذا قصف أشرنا بأنه أو هذه الصور نعم تأتينا على المباشر الآن من قطاع غزة لقصف صهيوني كثيف وغير مسبوق على كافة أنحاء قطاع غزة أنباء تتحدث عن قصف بري جوي وبحري أيضا قصف بري طبعا بالمدفعيات والحشود العسكرية الصهيونية المتاخبة طبعا والمتواجدة والمرابطة طبعا في غلاف غزة تمهيدا كما أعلن عنه جيش الكيان الصهيوني لمحاولة التوغل في قطاع غزة يقوم بقصف مدفعي على جميع أنحاء قطاع غزة وقصف أيضا بحري وأيضا جوي يحدث ذلك كما أشرنا في ظل انقطاع للكهرباء وكميزة جديدة تميز القطاع اليوم مشاهدين ظروف إنسانية أسوأ ختمها طبعا العدوان الصهيوني بقطع الاتصالات أو اضطرار شركة الاتصالات تجول إلى قطع الاتصالات نظرا للقصف العنيف والمكثف إذن مشاهدين كما تتابعون عن المباشر في هذه الأثناء إذن نعم قصف مكثف واسع النطاق على قطاع غزة خاصية جديدة يقوم بها الاحتلال الصهيوني وهي القصف عن طريق الأحزمة النارية انفجارات متتالية في منطقة معينة بشكل مترابط وتحدث دمار هائل وتوقع العديد من الإصابات والشهداء والجرحة أيضا وتدمير للمباني كما شهدناه منذ 21 يوما نعم اليوم تم الإعلان منذ قليل عن قطع الاتصالات وأيضا خدمات الانترنت شركة جوالي أعلنت عن قطع الاتصالات نظرا للقصف العنيف في كل أرجاء قطاع غزة إذن ظلام دامس في هذه الأثناء قطع الكهرباء شهده القطاع ظروف كارثية قطع الماء أيضا ظروف كارثية يشهدها القطاع نذكر فقط أنه مشاهدين قبل قليل كانت أو نعم المقاومة الإسلامية قد والفلسطينية قد أبرقت إذن أبرقت تل أبيب إذن نعم برشقات صاروخية انطلقت باتجاه من قطع غزة باتجاه تل أبيب ومناطق أخرى في العمق الفلسطيني مشاهدين على المباشر حتى دوية الانفجارات القصف العنيف الذي يشهده قطاع غزة وجميع أنحاء قطاع غزة تستمعون على المباشر إذن لأصوات الانفجارات في هذه الأثناء على ما يبدو مشاهدين هذا قصف مدفعي كما سبق وعشرنا للكيان السهيوني والقوات المحتشدة في مناطق غلاف غزة من خلال طبعا هذه الطلقات التي نسمعها في هذه الأثناء أضف إلى ذلك إلى صوت الطائرات الحربية إذن قصف بري كما أشرنا منذ قليل قصف بري وبحري وجوي أيضا ما أكدته مصادر في الداخل الفلسطيني وفي قطاع غزة بتحديد يحدث هذا في ظل انقطاع لخدمات الانترنت والاتصالات بشكل كلي أذكر فقط مشاهدين إذن نستمع وإياكم مشاهدين لهذا القصف العنيف والشديد على قطاع غزة إذن قطع الانترنت والاتصالات على قطاع غزة يحتمل فرضيتين مشاهدين لتذكير قبل قليل كان ضيفنا من الرياض قال بأنه ربما هو محاولة للاجتياح ومتوقع وفرضية أخرى وهو مسلم به مشاهدين أنه الكيان الصهيوني يحاول التعتيم قدر الإمكان على الجرائم التي يرتكبها داخل قطاع غزة والتي تنقلها طبعا كل الشاشات الإخبارية لما يقوم به الكيان الصهيوني من جرائم إذن مشاهدين الكرام كما تتابعون سماء غزة مزدحمة طبعا في هذه الأثناء من خلال الأصوات التي نستمع للطيران الحربية الصهيوني وهو يقصف أنحاء واسعة من القطاع إذن قصف مدفعي وجوي وبري وبحري أيضا للقطاع للقطاع في هذه الأثناء عمدت الدخان نحاول أن نتابعها مشاهدنا حتى وفي هذا الظلام الدامس الذي يعيش أو تعيش فيه قطاع غزة ويعيش فيه أهل القطاع منذ بدء العدوان والأيام الأولى لبدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إذن ذكر قطع الاتصالات أو تم قطع الاتصالات بشكل كل داخل قطاع غزة يحدث هذا أيضا بالتزامن مع رد للمقاومة الفلسطينية على الجرائم التي وقعت داخل القطاع رشقات صاروخية من داخل غزة باتجاه تل أبيب ومناطق أخرى في العمق الفلسطيني لأنه تم سماع قبل قليل أو دوت صفرات الإنذار في وسط فلسطين المحتلة داخل مناطق غلاف غزة بالإضافة إلى حتى مناطق الوسط في فلسطين المحتلة طيران مكثف في هذه الأثناء في أجواء غزة صور للانفجارات نتابع وإياكم مشاهدينا لأعنف قصف جوي وبري وبحري أشهده قطاع غزة في هذه الأثناء هو الأعنف منذ بدء طبعا هذا العدوان على قطاع غزة منذ 21 يوما وندخل طبعا اليوم في اليوم الواحد والعشرين من العدوان الصهيوني على قطاع غزة إذن كما سبق ونشرنا مشاهدينا حتى السفن أنباء طبعا من داخل من داخل قطاع غزة تشير بأنه ما ينقله طبعا إعلام العدو الصهيوني عن أنه حتى السفن الحربية تشارك الصهيونية تشارك في القصف الحالي على غزة نذكر أيضا بأنه موجودة أيضا قوات أمريكية في سواحل قبالة طبعا فلسطين المحتلة الحديث أيضا عن مشاركة أمريكية وطبعا إدارة أمريكية أحيانا حسب ما أفاد به طبعا كثير أو أفادت به كثير من الأخبار للعمليات من خلال مشاركة قادة أمريكيين لاجتماعات الكابينت الصهيوني للمجلس العسكري واجتماعات عسكرية طبعا لإعطاء ربما نصائح عسكرية إعطاء ربما نصائح لوجستيكية متعلقة بما بهذا العدوان ضد أهلنا والأبرياء في قطاع غزة إذن سفن حربية الصهيونية تشارك مشاهدين في هذا العدوان وهذا القصف الأعنف في قطاع غزة لحد الآن و لحد اللحظة إذن قصف جوي بحري وبري على قطاع غزة في ظل انقطاع الاتصالات و أيضا خدمة الانترنت نذكر مشاهدين بأن في هذه الأثناء تدوي صافرات الإنذار حسب ما تنقله أو ما تم تنقله من آخر أو من أخبار طبعا مستجدة صافرات الإنذار إذن تدوي في مستوطنات غلاف غزة و في هذه الأثناء أيضا دعوات للنزول إلى شارع في إلى شوارع الضفة الغربية و أحياء من العاصمة القدس و مدن الداخل طبعا نصرة للأهل لنا في قطاع غزة الذي يتم قصفهم كما تتابعوا مشاهدين بشكل عنيف في هذه الأثناء إذن مشاهدين دعوات الحراك نعم الشبابي في الضفة الغربية بتحديد في منطقة راملة تفيد في هذه الأثناء عن اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال الصهيوني على حاجز عطار العسكري شمال راملة إذن آخر الأخبار مشاهدين اشتباك مسلح مع جنود الاحتلال على حاجز عطار العسكري شمال راملة إذن هذه مشاهدين لفيديو قبل قليل طبعا للرشقات الصاروخية التي سقطت على تل أبيب وتحاول طبعا القبة الحديدية ترسدها إذن هذا كان قصف أو المقاومة طبعا قصفت قبل قليل أو استهدفت قبل قليل تل أبيب برشقة صاروخية طبعا ردا على جرائم العدوان الصهيوني على قطاع غزة إذن مشاهدين أكيد بكم من جديد مشاهدين تغطيتنا مستمرة لآخر تطورات في قطاع غزة إذن قصف مكثف وعنيف للقطاع بشكل أعنف منذ 21 يوما من العدوان الصهيوني على القطاع إذن هذه مشاهدين رد المقاومة الإسلامية وكتاب القسام طبعا برشقات صاروخية على مدينة تل أبيب نظرا للعدوان والجرائم التي ارتكبها عفوا الكيان الصهيوني ضد الأبرياء والعزل في قطاع غزة إذن هذه رشقات صاروخية لمدينة تل أبيب قامت بها كتاب القسام طبعا ردا على الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الأبناء أو الأبرياء والعزل طبعا المواطنين في قطاع غزة إذن مشاهدين نذكر أيضا كرد للمقاومة إذن أنباء تتحدث عن سقوط صاروخين في مستوطنة تل تشون تشون طبعا وحديث عن وقوع إصابة هناك لبس نذكر بآخر الأخبار ونحن على المباشر هذه الصور تأتينا من قطاع غزة مشاهدين للقصف الأعنف منذ 21 يوما على القطاع قصف بحري جوي وأيضا بري هو الأعنف منذ بداية العدوان نذكر بآخر الأخبار المتواترة والتي تصرنا طبعا مشاهدين الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأن الاتصالات انقطعت بشكل كامل عن غرفة عمليات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة في ظل قطع سلطات الاحتلال الصهيوني للاتصالات والإنترنات بشكل كامل والحديث أيضا سبق تصريح طبعا الهلال الأحمر قال بأن لا يمكننا في ظل هذا القصف التوصل والتعرف على المناطق التي شهدت قصف طبعا لأن القصف شديد القصف عام لكل أنحاء قطاع غزة هناك فرضية طبعا لأن يكون هذا تمهيدا ربما كخطوة تكتيكية طبعا تمهيدا لاجتياح بري ربما لكيلومترات في قطاع غزة لا نعلم أضف إلى ذلك قطع الاتصالات والإنترنت ربما هو لتعتيم وتغطية الجرائم التي يقوم بها العدوان الصهيوني على قطاع غزة قصف عنيف إذن مشاهدين لأماكن متفرقة في وعموم طبعا قطاع غزة نذكر مشاهدين بخبر مهم اليوم هو اتهام الكيان الصهيوني بالمقاومة بأن مقر قيادتها موجود تحت مستشفى الشفاء ومتتبعون قالوا بأن هذه ذريعة يحاول الكيان الصهيوني طبعا إلساقها بالمقاومة حتى يقوم بمجزرة مشابهة أو أكثر لما حدث في المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة إذن دعوات مشاهدين في هذه الأثناء لأبناء كل فلسطين طبعا داخل الضفة الغربية للخروج طبعا حركة حماس دعت لأبناء فلسطين في الضفة الغربية للخروج طبعا في هذه الأثناء للشوارع في الضفة الغربية والقدس والالتحام بنقاط طبعا العدو الصهيوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين في هذه الأثناء نستمع وياكم إلى أصوات تحليق الطيران الحربية الصهيوني فوق سماء قطاع غزة طبعا هذه على ما يبدو في الصورة يبدو أن المقاومة الإسلامية ترد برشقات لمستوطنات غلاف غزة ويتم اعتراضها في هذه الأثناء كما تتبعنا في الصورة للقبة الحديدية طبعا لهذه الصواريخ نذاكر مشاهدين بأن قطع الاتصالات والإنترنت تداعياته ستكون كبيرة جدا بحجم الوضع الإنساني الصحي الكارثي الذي تعيشه مستشفيات القطاع الحديث عن أن قطاع الانترنت سيسبب عطل طبعا في تبادل المعلومات الطبية والشبكية طبعا الطبية بين المستشفيات وأيضا بين الأقسام داخل المستشفيات بالنسبة للمصابين والجرح المتواجدين بهذه المستشفيات وأضف إلى ذلك انقطاع الاتصالات لكثير من الهيئات الإغاثية الحقوقية والإنسانية أيضا على سبيل المثال هلال الأحمر الفلسطيني قال بأن الأمر سيتعقد أكثر وأكثر نظرا إلى قطع الاتصالات والانترنت سيارات الإسعاف تقول والدفاع المدني يقول بأن لا يمكن لنا معرفة أماكن القصف بالنظر إلى غياب الاتصالات وشبكة الانترنت أيضا تعطل تواصل عبر الانترنت نذاكر فقط مشاهدينا كما تتابعون في الصورة هذه مدينة تل أبيب قبل قليل طبعا أين ردت المقاومة الإسلامية وحركة المقاومة الإسلامية طبعا حماس بجناحها العسكري كتائب القسام برشقات ساروخية استهدفت طبعا مدينة الأبيب ردا على جرائم العدوان الصهيوني على القطاع غزة والمدنيين أيضا أنباء عن سقوط ساروخين في مستوطنة لتون ريتيون طبعا في غلاف غزة وحديث عن إصابات كرد من المقاومة يحدث هذا في ظل قصف عنيف على جميع أنحاء قطاع غزة إذن مشاهدين نستمع وإياكم في هذه الصور المباشرة التي تأتينا على طبعا من قطاع غزة لصوت طبعا التحليق الطيران الحربي الصهيوني فوق قطاع غزة وأيضا على يمين الشاشة رشقات ساروخية لكتائب القسام على مدينة تل أبيب طبعا ردا على الجرائم الصهيونية التي يقوم بها في قطاع غزة نذكر فقط مشاهدين يحدث هذا في ظل قطاع تام للاتصالات وخدمات الانترنت في كل طبعا ربوع قطاع غزة هذا ما أعلنت عنه وأفادت به قبل قليل شركة جوال المتعامل طبعا الاتصال الاتصالات نعم في قطاع غزة وعموم فلسطين عن انقطاع طبعا الانترنت والاتصالات في القطاع إذن مشاهدين نواصل طبعا هذه التغطية كما قلت واشرت منذ بداية طبعا هذه المستجدات بأن الأخبار تتوارد والحديث وسائل إعلام عربية طبعا نقلا عن إعلام العدو وما يدور طبعا في هذه القدوات طبعا من تحريل للكيان الصهيوني يقول الآن بات الحديث ليس فقط ليس الحديث عن الاشتياح البري بمعنى الكلمة وإنما الحديث أو اكتفى طبعا المحللون عن الحديث عن اشتياح بري لبضع كيلومترات وهو ما يفرضه المنطق ويفرضه منطق المقاومة في داخل قطاع غزة من جاهزيتها للرد وعن أي اشتياح يتوقع للقطاع وما يحدث الآن من قطع الاتصالات تكثيف للغارات والقصف الجوي البري والبحري عن قطاع غزة لربما مؤشر عما سيشهده القطاع خلال الساعات القادمة إذن مشاهدين الكيان الصهيوني جيش الكيان الصهيوني تحدث بأن القوات البرية الصهيونية ستوسع نشاطها في غزة الليلة إذن مشاهدين على ما يبدو إذن هو انطلاق عملية اشتياح أو ماهما يسمى بالاجتياح البرية أو العملية البرية في داخل قطاع غزة وإذن يسبق هذه أو تسبق هذه الخطوة تحليق لعشرات الطائرات الحربية في سماء قطاع غزة كما نستمع وإياكم في هذه الأثناء على المباشرة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر